الحين يا ذا الربع بنرج على الضب عبدالهادي لاخواجه عبدالهادي لاخواجه صارت قصة مسلسل ولا مسلسل مكسيكي ما تم واحد فيكم ما تحجي عنه انتو كل مرة تدورون لكم واحد تحطونه في الواجهة ويلا حط علي عادة الالقاب ما انزل الله بها من سلطان مناضل مجاهد ما ادرش انها وما ادرش انها وذاك ذي حاجي تودونا السماء وتالي تنسونا قثيتون ومرمرتون ونشفتوا ريجنا مع مشامع وكله بعد انتو دبعتكم بيموت تلمو الثانية قزرتوا اول ما سويتوا انقلابكم الفاشل وتم القاء القبض على المتآمرين ضد البحرين قلتوا مشامع بيموت ومشامع يناتق ومشامع ما يقدر يبطر عيني ومشامع ما يقدر يفتح ادي ومشامع ما يشرب الماء ينقطون لب الماء وهكو يتشاهد ويبنالكم في هذا البرنامج يبنالكم بالصوت والصورة اي 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 اش حلوة واش زينة وصاحي ويمشي على زند التس في ادي قرشة الماء وتشفتوا سكتوا بلعتوا لسانكم واخترعت واختراعا مريبا قصة الضب وصارت مثل ما قلت في ديش الحلقة شام ما اقول بديت وبسبوع ووصلت ليه 120 يوم 120 يوم ضراب عن الطعام وزادعت واللي مثل ما قلت زين الله كشف غراتكم وفضحكم وهالمرة ما تقولون بعد عربي هالمرة الصاحب يتقضون الاسلوت اللي عطاكم الجوازات وعطاكم الجنسيات وحماكم ودافع عنكم الانجليزي ياكم مراسل البي بي سي انجليزي وقعد معاه وشفت الصورة وسكتة ولا شلمة امسات قبلها بيوم مرت تقول عبدالهادي زوجتي تقول عبدالهادي اختفت اخبارها وانقطعت اخبارها وقيلة في ما قيلة من روايات وفبركات عبدالهادي يكتبون وصيت ناس نداهم وحشي وحشي وعبدالهادي وعبدالهادي ما يقدر يفتح عينه عبدالهادي وقف قلبه عبدالهادي يشتغل قلبه عبدالهادي يحطوا عليه مكينة عبدالهادي يشالوا المكينة وشفتوا يا ألس يوم قلت لكم طالع برشلون وطالع المباريات وطالع المسابقات وطالع الفرمولة وكا طالع لكم انجلينزي تشاذبو قولوا لك الذات ما تقدرون تخافون الحين لو احنا مطلعين صورة كان قامتكم وقلتوا هذي صورة من عشرين سنة هاكوياتكم من الله هيومن رايتس هذي الحقوقيين هذلين اللي طالعون بالعين العورة هاي ما يشوفون قوات حفظ قط هيومن رايتس اكتبت عن رجل من قوات حفظ النظام واستنكرك الاعتداء عليه يبولي بيان الجمعية البحرينية لحقوق الانسان اللي الحين هني خلننلبس النظارة اللي الحين قالت لك وهناك تخوف جدي على حياته طبعا على حيات الضب عبدالهادي وهناك تخوف جدي على حياته كبيانهم ومنشور في جريدتهم الوسط فهو رجعوا له عندي التاريخ ومستعدة زودكم بشفتو بروحكم شفتو شفتو هاي توا يوم لاربعه اثنين 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 مايو لقاتها اشوى تخوف جدي على حياته هي ريال يالس حاطيه على ريال ويسولف مع فرانك تخوف جدي على حياته بل 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 يعني ما يحكي يعني موت يعني تشهد يعني ناتق هيومن رايتس العفو الدولية قد تكلمت عن رجل من قوات حفظ النظام امس لا تروحون بعيد امس اعتداء بانفجار شنيع على قوات حفظ النظام بقنبلة موقوتة او مفجرة عن بعد وينكم جمعية البحرين لحقوق الانسان جمعية البحرينية كاهية وين بيانت سلام من سلام لا ارى لا اسمع لا اتكلم الحكمة الهندية رحط بعد السبلان ثلاثة لا ارى لا اسمع لا اتكلم اللي تعرفونها وينكم اوه كم شرطي كم رجل ام كم مواطن بسيط مواطن بسيط كم مواطن في مواطن اللي حرقوا ريلا واللي حرقوا بيته واللي انهبوا بيته واللي كسروا سيارته ما فيكم جمعية وين هي وين هي ومعين البلقة وين هي تحجت قالت شي انطقت تكلمت هبين ريح بس ذق الصوب عيونكم رايحة بورج شديد شديد طالع اشكرة والعين ترى احنا نعيش احنا نشوف احنا نتابع وينكم يلا العفو الدولية تحث البحرين على اطلاق سراحة لخواجة شو لتطلق سراحة لخواجة سألوا الشعب تعالوا انتو يا العفو الدولية يقولوا حق واحد مواطن بسيط توافق يطلقون سراحة لخواجة شوفوا ش يقول لكم شوفوا ش يقول لكم لخواجه أول مرة امشي مع أول مرة السنقيس أول مرة منها الله خلاقهم وهما يريدون إسقاط النظام وعفو هذا الملك العظيم المتسامح ذو القلب الإنساني الأبوي حسبناهم كم صاروا يا جماعة كم كم 13 مرة 23 عفو كلها محاولات إرهابية إنقلابية ضد البحرين ضد بلادهم ضد وطنهم عبدالهادي حاط لك الجواز الديناماركي في الدرج ومن أحد يحاوشي طلعه قال لاني ديناماركي ودي بيشو الدينامارك ودي بيشو الربع طالعوا طالعوا هاي ديناماركي سووا مأمره ضد البحرين ويقول لبلادي يا أخي روحيش في الديناماركي ما حلم يودك والإنقلينزي إنقلينزي منكم وعياله جواز إنقلينزي وعياله يدرسون في الجامعات ويخلصون ويقولون بحريني شغلوننا بلادنا أنا والله ما نعرف كلكم أنتو يا شعبو يا لعبو يوم بحرينيين ويوم إنقلينز ويوم بحرينيين ويوم ديناماركيين ويوم بحرينيين ويوم هولنديين شنه إنتو ولا واحد من قادة الحركة الوطنية البحرينية الشرفاء خذ جواز أجنبي قبل لتطلعون أنت فقط في الثمانينات ابتدعت هذه البدعة المريبة والغريبة والمؤامراتية وشلت الجوازات قبلكم ما كان فيه وقلت لكم أنا للشملان للباكر لللي قبلهم للعبلوهاب الزياني كلهم عاشوا في المنافي أيام شركة الهند الشرقية أيام ما كانت بريطانيا التاج البريطاني يحكم الهند كان فيه نفول الشيخ عبدالوهاب الزياني الله يرحمه وسعد الشملان أبوك يا عبدالعزيز الشملان لا مو غلطان أنا ترى سعد الشملان أيضا تم نافية اللي هو أبوك يا عبدالعزيز سعاد الشبلان ونفوهم وتمو ما فيهم واحد رجع لني وقال أنا عندي جواز انجليزي ولا فيهم رجع لني واحد وقال أنا التاج البريطاني يحميني استحوا خيلوا على روحكم التاج البريطاني يحميني التاج البريطاني يحميني وأرجع إلى قصة عبدالهادي هي القصة المفابركة وهو السيناريو المرسوم لإثارة العالم ضد بلادهم ضد وطنهم ما تم أحد ما تحج عنه ليش اخترعوا هذه القصة إنهو بيموت وإنهو يناطق وإنهو عقب دقيقة وزوجته من قناة العالم إلى أبناته من بلد لبلد أبوه إنه بيموت أبوه إنه بيموت وبنته أبوه شو بيموت وإنتي تقولين يسقط حمد تفني الواحد اللي أبوها بيموت وصج وعارفة أبوها بيموت تصيح تبشي دمع عليه مو بيسقط حمد يسقط حمد من شارع لشارع تناقزين ويويل اللي يوودها ويويل اللي حاتشيها ويويل اللي يقول لها دي الشي مركز شرطي قامت لك البيانات لأخ يوودوها يوودوها الحرة الحرائر الحرائر قلون في بيوته الحرائر هي عون وين أبوش بيلي بيموت ياكل ويشرب وياكل ويشرب ويصوم يوم وعياب ودعات على هاليوم ورد نهار ثاني ياكل ويشرب وياكل ويشرب ويصوم يوم غاي سويتوها لنا قصة قصة مسلسلة مليناها عرفناها كشفناها حقي فاصل ترجمة نانسي قنقر